اليوم طلعت من البيت بأماني اللي نزلت الشارع وجلس مع أصحابي الصراحة كانت لقاعدة كتير مملة فقررتني أفتح تيكتوك وهنا كانت الصدمة ولقيت هاد الشخص أعداً بيتحدى الله والمشكلة إنه أعداً بيقول الله غير موجود على أساس إنه حيعبره بعض الفيديو خلونا نتكلم عن هاد الملحد طيب خلونا نشوف هاد الفيديو ولكن أنا آسف على كل كل ما حتشوفوها في هاد الفيديو وأنا ما لي أي علاقة أنا مبرني نفسي الآن رح أثبتلكو بشكل قاطع إنه الله غير موجود كيف رح تثبت إنه الله غير موجود يا أخي مين خلقك أصلاً إذا الله مش موجود فهاي إيدي أمامكم فيا أيها الإله أنا رح أعطيك إنذار نهاي إنذار نهاي مين أنت عشان تعطي الله أصلاً إنذار نهاي ترى أنت مشرد حشرة زليلة قدام الله اقطع هاي الإيد خلال خمس دقائق فإذا قطعتها فأنت موجود خليناكم متفقين إنه حتى لو كان أصدف هاد الفيديو إنه يحكي قصة ما كان لازم يحكيها في هاي الطريقة يعني حرفياً لو في طفل صغير شاف هاي اللقطة وشاف إنه إيد هاد الزلبة ما طارت فأول شي هيفكر فيه إنه يبقى الله غير موجود وهذا أكثر شي غلط هاد الشخص لازم لازم ينحذف من هاي المجرة وإذا ما قطعتها فأنت ثرم ها ها شايفين أعدم ولأزما قطعتها فأنت غير موجود يعني تخيل تخيل طفل صغير لحين يشوف يحكي إنه آه والله أيده ما طارت ليش ليش فعلاً ممكن الله غير موجود وهذا شي خاطئ جداً لازم كل عاتنا نعرف إنه ما في شي اسمه الله غير موجود فيا أنا يا أنت من إنت أصلاً عشان ينحط إسمك جنب الله إنت إسمك ينحط في أز بل سافلين جهنم إنت أصلاً عشان ننزل فيديو كل مشاهدات ترا كل مشاهدات هاي كانت كلمات واحد من أشرس الملحدين اللي كان يعطي محاضرة بلندن ها شايفين يسوي هاد الكلام اللي يصير الجدد بعدين يحكي إنه هاي كانت كلمات حبيبي إنت هاي البداية تبعيت الفيديو لو الطفل تشاف فا تعلق المعلومة فراسه ترا هاد الكلام اللي إنت حكيته أنت محاسفين عند الله وكل الحكي اللي إنت حكيته إن شاء الله لو واحد بس نظر منه إنت اللي بترتكب اسمه في يوم القيامه ترا ما وقفت معه ونلاقه وجاب العيد أكتر من مرة وبأكتر من أسلوب المصريين مش حرم طيب أنا الصراحة ما برد عليك بلهجة برد عليك بلهجتهم معنى أن انت بتقوله على المصريين إنه هما مش عارب فأنت مش فهم حاجة وانصحك إنه انت تفلسفش لو انت مش فهم انت بتقوله وأنا متأكد إن في مصريين كتر قوي تنرفزه من كلمته هو ده اللي هو عايزه عشان يسير الجدل ويجيب ترند ويبقى ترند أول على العالم ويجيبه مشاهداته ويبقى غني بل همه كيمتيين أو فراعين بحسب المصطلح الشائع هو الطبيعي إن المصريين بفراعنا بس ده ما يعنيش إنه هما مش عرب أصله قمورية مصر العربية فأنت سيب تقوله أصلا مش عرب يا سنت عبي الأردنيين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين مش حرب ها حتى السوريين صاروا مش عرب أجل إيش إحنا بل همه سريان وأراميين وكنعانيين أها إحنا كرعانيين سرمان يا عميد إذ أمه العراقيين كمان مش حرب أوكي حرفين هادي جاي شرت كل الوطن العربي خلاص ما علينا منه خمسة شيوخ دير بالك تسمع لهم أيوة إن أنا إذا بدأ أسمع نصيحة حدا ما بلاقي غير هذا اللي لمدر إيش أسمع الفلسطفيس ولا مدر إيش أسمع كلامه واتا عمي ترى أنت مجرد واحد ببالة لازمة ودير بالك اتابعهم ودير بالك تأخذ بكلامهم أو الطفور إنه أنا إذا ما لقيت شخص تابع وما عرفت مين أتابع لازم إيش أسمع نصيحتك إنت تعطيني مين أتابع وإذا شفتهم بأي مكان على السوشال ميديا أهرب فوراً وهرب كما يهرب الفقر من القطر تأترا في أسرع من القطر والفقر في أنا لما أركض وراك إنت كده زي الفلاش تركن بس تدري للأسف إنت علاقت مع سونيك ورح يزرعوا فيك أسس التخلف والجهل والغباء والرجعية والتعصد خلينا نكون متفقين إنه أكتر إنسان جاهل بالكون ممكن يكون سهر منذر بعدين إنت لا والله ممكن يكون بدر خلاص في المنطسط ما أدري الصراحة ولكن كل عادكم زجي الصراحة هما تحول الجنسين وأنتي قاعد تلت علينا الصراحة هذه أول مرة أعصب من شخص لدي الدرجة ولكن هذا الشخص أنصحكم كل عادكم ما تتوعوه خلينا كل عادنا نكون عارفين إنه كل عادنا واحد وما في عرب ولا فقير ولا مسلم ولا غني ولا مدري إيش ولكن الشي الوحيد اللي إحنا مخلوقين عشانه هو إنه نعبض الله وبس يا جماعة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مدريا الصراحة أعطوني رأيكم بالمحتوى الجديد ومع السلامة